أهلاً أحبائنا ملشاهدينا الحديث شيق جداً مع دكتور ناجس كندر ما هي الأدلة على وجود الله وبرجأة للمقدم اللي حكيتها صدق أو لا تصدق وأنا بستغرب بصراحة عن جد بستغرب أنه إحنا في القرن الحادي والعشرين ولسه في ناس بتأمنش بالله هذا صادم بالنسبة لإليك فعلاً صادم بالتأكيد لأنه ده ضد العقل ضد المنطق ضد العقل وضد العلم لأنه العلم التشغيلي زي ما قلنا محتاج إلى حياة عشان تدي حياة ما أقدرش أجيب المكونات دي وخليها تتجمع مع بعض وتعمل لي خلية والخلية دي مثلا لو إنها زي الأميبة مثلا خلية أحدية عشان تتطور تبقى سمكة محتاجة إنها تاخد عينين ومحتاجة جهاز هضمي ومحتاجة عضلات ومحتاجة جهاز شوكي منين جات المعلومات المعلومات تأتي من معلومات المعلومات ما تأتيش من المادة يعني ترى بيزا دي عمرها ما تطلع معلومات لكن أنا بالمخ أعمل معلومات على الكمبيوتر فقصدي أقول إنه فكرة إن إحنا جينا من خلية واحدة وابتدينا نتطور دي فكرة غير قائمة علميا للأسف في مثلا حاجة كبيرة زي البي بي سي مثلا في الويب سايت بتاعهم يقولك أنت أصلك بكتيريا ده كلام مش علمي ده كلام مش مظبوط ولكن الأغرب إنه يعني هم المؤثرين ولسيما في الجامعات يعني كأنه إذا أنت ما أمنتش أنت شخص شاز بالزبط بالزبط عشان كده محتاجين إن الحق يحررنا يا أسيس نزار محتاجين إن إحنا نتمسك بالكلمة وبالمنطق وبالعقل وبالتفكير طيب نرجع للسؤال اللي سألته بس عشان تقدر تبلور عليه أكتر هل الإلحاد أو شو هو الإلحاد وهل يتطفق مع العلم أنت قلت لا آه طبعا والإلحاد إحنا عرفناه تاني بسرعة إنه عبارة عن محاولة تفسير الحياة والكون من غير وجود الله ودي بتوصلنا لنقط مسدودة مش بنوصل لها عايزة أوريك نقط الإلحاد عبارة عن إيه عبارة بيقولوا إن الطبيعة هي كل شيء المادة هي كل شيء ما فيش حاجة أسمها الله وإني بس المادة هي اللي هنقدر نتعامل معها نمرة اتنين بيقولوا إن كل شيء ينبغي أن يفسر بتلات حاجات بالوقت إديني ملايين السنين وبالصدفة العشوائية وبقوانين الطبيعة اللي بتشتغل على المادة تمام فبيقولوا إديني ملايين السنين وإني كإني لو عملت التجربة وغلت 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 هتتصلح بعد عدد من السنين مش هتتصلح لأن الأساس بتاعها مش مزبوط الصدفة العشوائية الصدفة العشوائية دي ما تقدرش تعمل حاجة يعني الكمبيوتر بتاعي ده ما تكونش بالصدفة ده مهندسين فكروا فيه وصنعوه وعملوه وحطي له برامج ده مش ممكن يحصل بالصدفة ده لازم وراء عقل مفكر فده نقطة البداية الإلحادية فيها العوامل دي لازم نفهمها كويس بيقولوا أن الطبيعة هي كل موجود كل ما هو موجود فما تقوليش أبدا فيه الله لأن الله خارج الطبيعة لأنه هو اللي خلق الطبيعة فلازم يكون خارجها مش جواها لأن الأسف في بعض الناس يقولك الله هو في الشجرة ولا حتى في بعض المسيحيين وهم لا يدرون عن بعلموا هاي التعليم الألوهي في الإنسان أبدا الله حط سرطه علينا وإحنا شوهناها بالخطية والله أعادها بالمسيح يسوع بالرب يسوع فنقطة البداية الدنيوية الطبيعة هي كل ما هو موجود كل شيء يفسر بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ده اللي بيسميه ديانة الإلحاد أو المذهب الطبيعي اللي بيرفض وجود الله تماما اشتركوا في القناة